ترفع القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه خالص التعازي والمواساة وكذلك إلى وزارة الداخلية وأسرة شهيد الواجب الشرطي محمد تنوير الذي استشد في عملية إرهابية آثمة داعين المولى عز وجل يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنات ويمنى على بقية رجال الأمن المصابين بالشفاء العجل وتعلن أن تلك الأعمال الإرهابية والمخططات الإجرامية ضد استقرار وأمن مملكة البحرين والتي تقودها رؤوس الفتنة المتأبطة بالشر التي تخطط وتحشد لأعمال الإرهاب بدعم خارجي وتنفذها آياد الإجرام المكيدة للوطن والمواطن هي معروفة لدينا وستطالها يد القانون والعدالة وبعون الله تعالى فإن قوة دفاع البحرين على أهبة وأتم الاستعداد للتصدي للمجموعات الإرهابية التي تتعرض لدوريات الأمن ورجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن وأنها جاهزة للتعامل بكل حزم وعزم مع هذه الشرطة لقطع أياد الفتنة واجتثاث رؤوسها إن الله تعالى قد حمى هذه البلاد منذ تأسيسها وسيحميها بقوته وعزته وسيمد قيادتها الحكيمة ورجالها المخلصين بعونه وقدرته تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة